يعني نادرة اما بنشوف حد في الدولة المصري في السن الدولة الصغيرة ده بنشوفه بيطلع برا كده على طول يعني من قبل ما تبقى مشهور في مصر او قبل ما تبقى الناس عارفاك في مصر كتير او كده بنتلاقي على طول ان في محترف برا اسمه ومر مرموش الناس بتتفاجئ بالموضوع ده كله على بعض جات ازاي من الاول اول دنيا او في الاول ما كانش حد يعرفني اول يعني انا لعبت سانة في دجلة ممكن في الناشئين الناس اللي هما مركزين مع الناشئين وكده كانوا عارفيني بس صغير كده انا لعبت فريق اول سانة مثلا وكان من بدري اوي كان واضح بالنسبة ان انا عايز اسافر باي طريقة او انا سافرت على الرضيف يعني ما كنتش سافر على الفريق الاول فكان فيه ناس ممكن تقولك ان ده زي خطوة لتحت انك اصلا لعبت مع الناس واكبر منك ولعبت فريق اول ونروحت فرق الرضيف بس الاجواء كانت مختلفة طبعا هنا في مصر التمرين والاكل والنوم والعيشة كلها مختلفة عن ان انا سافر لوحدي ابقى عايش لوحدي من غير اصحابي كانت صعبة اوي بالنسبة لي بس انا كنت شايف ليه هدف وكنت رايح وعدت اول سنتين كانوا تقريبا من اصعب بسين في حياتي بس اول لما عدتهم الحمد لله يعني عرفت ان انا ابقى معاهم وابقى وسطهم وابقى بلعب كويس الحمد لله اول ما سفرت خالص كنت بتعرف تتكلم الماني ولا بعد ما سفرت بقى بدأت اتتعلم لا لا خالص انا كنت قاعد اول ست شهور مش فاهم ولا اي كلمة وكان معايا واحد مصري في فرق ومتكلمش عربي حتى فالموضوع كان صعب قوي حتى كنت بنزل عايز اطلب حاجة تعيش انا في بلد صغيرة بولبسبورد دي 100 الف مثلا حاجة كده حاجة يعني مش قد المعادي قدها 60 مرة كنت بنزل مثلا اطلب قهوة مش عارف مش عارف اطلب قهوة يقولوا لي طب يعني نخد جنب كده عشان اللي بعدك مستني اه استنى شوية كده فاول لما مثلا كابوتشينو يطلع ومقال لها ام شاور لها زي اي ده زي او ده اه فالموضوع كان صعب قوي بس في موقف تانية كتير يعني اول مرة اخسل اللبس اه فتحت الغسة وحطيت اللبس وانت مشغل ومشغل اللي هو الدراير عشان ينش في اللبس جاي بطلع اللبس اقيته التشيرت قد كده والسويتشيرت قد كده ما بيخشش في ايدي الحاجات دي كلها طبعا انا بطبخ اول مرة بطبخ بقى زيت ومية ومشعرف ايه حاجات بطبخ كان هيفارق حاجات دي كلها بنتعلم منها